السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تانا تانا اليوم ما تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل صلاوات اليوم إن شاء الله رح نشارك معكم هذا الصند ويتشات سهلين في التحضير بعجينة خفيفة ويجيوا من فوقين وفرغانين من الداخل وبحشوة اقتصادية وبالزفل ذيذة وانتم لكم الاختيار في التغيير تحبوا تغيروا الحشوة هذا يرجع لكم يعني كل واحد أم قدروا تبعوا الفيديو من الأول الأخير مشاهدة متعة للجامعة نبدأ والبركة الله مع طريقة تحضير العجين أول حاجة عندي ثلث كيسان انتع فرنة أي ما يعادل ربعم مئتين وعشرين ملاتر ثلث كيسان يكونوا مملؤين جيدا عندي ملعقة صغيرة انتع سكر ملعقة متوسطة انتع خميرة الخبز وعندي أيضا ملعقة صغيرة تعملح وعندي زوج ملعق انتع أكل زيت نباتي واللي هنا رح نخلطه أو نلمه العجين تعنا بالماء يكون دافي نضيفه بالتدريج أنا صراحة نددت لي كاس واربع انتع الماء نضيفه بشوي بشوي حتى تحصله على العجينة تكون طريقة نوعا ما في البداية تتماسك في الإيد بهذا الشكل وبعد الهنا نحطها في بلوند طرفاي ونحاول ندكها حوالي ثلث دقائق حتى ربع دقائق يتليسى لنا العجين وبعد الهنا نخلوها اشترتاح في البداية نقسمها إلى ثمن كوريات وكما كنتشوفوا هنا نشكلهم بهذا الشكل يجوا أوفال بهذا الطريقة ونحطوهم في سرفيات على جهة بنفس الطريقة كامل نخدمهم بهذا الشكل ونحطوهم كما نشتوا ونغطيو عليهم ونخليهم يعني هذا الكمية درت لي ثمانيات عليه صندويتش الوقت اللي نخليهم احنا اللي هنا يرتاحوا لي مدة نصف ساعة ولا رحوا نخدموا الحشواء عندي نصف دردجاج درت لي شوية ملح قطعتهم وربعة صغرات درت لي ملح فلفل لكحل توبلتع الدجاج عندي ايضا اللي هنا شوية تعثوم عندي فلفل احمر نحتاجوا ايضا شوية تعال كوركم وشوية تعزين جابيل وعندي ايضا المطارد يعني كل واحد يماريني الدجاج كما يبغى هو عندي ملعقة ولزوج تعخل عندي ثلث ملاق نتعزيت ناباتي كامل مع بعض جيدا حتى تدخل هذيك الاماريني ناضي مليح في هذك اللحم بالاحسن تخليوها ترتاح شوية ولكن انا صراحة ديلكت حطتها في المقلة اللي درت لها شوية زيت ونغطي عليهم ونخليهم على نار قليلة مرة على مرة نقعد ونقلبوه فيه حتى يطيب لنا هذك الدجاج في البداية رح يطيق لنا هذيك العسارة ونبعد نخليه حتى يتشرب هذيك العسارة كامل ونروح وذكاء نطلع العجين تعنا بعد ما اضع في الحجم تعوه ونجيبوه هنا بالبولة ونبدو نفتحوه فيها اللي هنا لازم تفهموا العجين تعكم تفتحوها رقيق مش حتى نيبان البلوندو طرافاي المهم تفتحوه يكون رقيق ما تخليه يشخشين باش يتنفخ لكم في الطاجين وايضا مش بالضرورة انه يتنفخ لكم كيل بالان المهم يكون فيه الفيد الداخل رح تشوفوا كيفاش نوضح لكم الصورة وتحبوهم صغار تحبوهم كبار انتو ما لكم الاختيار اذا حبيتوهم صغار تقدروا تنقصوه في العجين تعكم طبيعة الحال لدينا كريبي ولا مقلة ولا طاجين كما كنت شوفوا فيه نسخنوه ونحطوه هنا الاندويتش تعنا او الخبيزة تعنا جوست نحطوهم الوجه الاول كنشوفهم بداو اي طيبو ديرك نقلبوهم الوجه الثاني واللي هنا حاولو تضغطو عليهم ما تخليهم شي يتنفخوا بزاف المهم يتفيداو الداخل ونقعدو نقلبو فيهم للوجهين او على الوجهين عفوا بهذا الشكل حتى اني حمارو او ياخذو لون محمر ما تحمرو مش بزاف باش مي يبسي الكمش باش من بعدها تقدروا تفتحوهم بكل سهولة اللي هنا الدجاجة تعنا راهو طيب وش نحتاجو عندي سلاطة وطماطم عندي ايضا زيتون اخضر منقطع عندي فريت وعندي فرمج انا استعمل باتنات شي زادة العلبة الحمرة واللي هنا يصنوه يشتعناك ما قمتشوفو قسمتهم وشوفو كيفاش يجيو فيد لداخل يعني كل صندويتش تقسموه الى قسمين شوفو كيفاش يجيو فيد لداخل وراح بنحشيوهم اذا هذي هاذو كان نفتحول هنا الصندويتش نجيبو الفرماج كأول حاجة ندلوها نقاطعلي ومليح ذاك الفرماج في الصندويتش ومبعد ندلو السلاطة نحطو السلاطة ونزيدو نحطو شوية تعطم عطم نحطو ليفريت نحطو الدجاج نحاولو تعدلو بالميل عقانا كنت تخدم بيدي المهمة عليش وعندي اللي هنا كما قلت لكم ليفريت وتحبو تديرو سوس فرماج ولا يعني كش كريمة الجبن انا درت لهنا مايوناز تقدروا تديرو سوس ساموراي سوس الجيريا كل واحد يديرو وش عنده وهذه هي النتيجة بعد ما نعمروا لي صندويتش تعنا نزيد معاكم حبة ثانية على السارع يعني راح يدلكم كمية لبأس بها كل صندويتش نقسموه الى قسمين يعني كلش كلش نخرج لي 16 من صندويتش ندلو سلاطة ندلو طماطم ندلو لفريت ندلو هذك الدجاج ندلو لمايوناز كما قلتكم تقدروا تخدموا كلمة الجبن وهذه هي النتيجة بعد ما عمرنا لي صندويتش انا صراحة ننصهم أكلتهم هنا والله ننصهم قبل ما نحطهم في الصحن أكلتهم اذن هذه هي النتيجة كما كنتم تشوفوا خفاف ويديو بزف بناء ننصحكم انكم تجربوهم وبطبيعة الحال خليوا لي اراكم في التعليقات ما تنسوش تدعموني في الانستغرام اللي كنتم تشوفوا في أسفل الشاشة ما بقالي نقول لكم شي هي لكم بالصحة نطلقوا في عدد آخر مع وصفة أخرات هلا وفي رواحكم والسلام عليكم